قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَار وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَار وَتُعِزُّ مَنْ تَشَار وَتُذِلُّ مَنْ تَشَار بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارُ وتُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وتَعُزُقُ مَنْ تَشَارُ بِغَيْرِ حِسَادٍ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ عَلَى ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما فرسخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم